تحركت قوات روسية مدرعة نحو ميدان للتدريب على الحدود التاجكية مع أفغانستان وستجري روسيا وطاجكستان وأصباكستان مناورات عسكرية مشتركة على الحدود الأفغانية التاجكية بين الخامس والعاشر من شهر أغسطس المقبل ويأتي هذا التحرك على خلفية اضطراب الوضع في أفغانستان إثر انسحاب القوات الأمريكية منذ بدء انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان انتفضت دول الجوار تزامناً مع توسع رقعة طالبان وسيطرتها على منافذ حدودية فما أبرز محطات التوتر؟ على وقع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية في مايو الماضي بدأت رقعة سيطرة طالبان تتسع في أفغانستان وامتدت لتشمل مناطق نفوذ حدودية ما أسفر عن اضطرابات أعلنت في خضمها باكستان مقتل أربعة من جنودها إثر اطلاق نار عبر الحدود مع أفغانستان وسط رقب دولي واكتمال انسحاب القوات الأجنبية سقطت عشرات المدريات الأفغانية تحت سيطرة طالبان إلى أن أعلنت سيطرتها على المعبر بين أفغانستان والتاجكستان بدأنا منصوب القلق تصاعد مع سيطرة طالبان على أكثر من ثلثي الحدود مع تاجكستان ما استدعى أعلانا من موسكو بجهزية القوات الروسية لحماية حليفتها التاجكستان في إطار معاهدات الأمن الجماعي على الجبهة الغربية مع إيران توسعت طالبان أيضا وتمكنت من السيطرة على معبرين حدوديين غير أن تهران كشفت عن استعداد الحركة لتطبيع حركة المرور على الحدود في الحد عشر من يوريو تواصلت عمليات الكر والفر بين مقاتلي طالبان من جهة وقوات الأمن الأفغانية من جهة ثانية على طول جغرافيا البلاد إلى أن نجحت الحركة في سيطرة على معبر سبين بولدوك على الحدود الباكستانية ما منحها نفوطا على روابط طرق الاستراتيجية في خضم هذا التوتر أعلنت روسيا عن منورات عسكرية في أوزباكستان نهاية يوليو وأخرى في تاجكستان مطلع أغسطس على الحدود الأفغانية لكل البلدين